اشتركوا في القناة وذكر بلاغ لوزارة الشهون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج أن الوزيرين نوها بالمستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تم إرساؤها بمناسبة الزيار التي قام بها الملك محمد السادس للهند في نومبر من سنة 2015 كما استعرضها الفرص والآليات الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات تنائية إلى مستوى أكثر طموحا وأضف البلاغ أن الوزيرين تباحتها أيضا بشكل معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة ولسيما علاقات المملكة مع مجموعة البريكسة ويأتي ذلك في الوقت الذي علمت فيه الصحيفة من مصادر خاصة أن جنوب إفريقيا تنوي تقديم جبهة البوليساريو كعضو مشاركة ضمن دول إفريقية في قمة البريكسة المقبلة التي من المزمع أن تنعقد ما بين الثاني والعشرين والرابع العشرين من الشهر الجارية بجنوب إفريقيا ولهذا السبب تحركت الدبلوماسية المغربية يوم السبت الماضي حينما أكدت من خلال مصدر مأدون بأن التفاعل إجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس إفريقيا المرتقى في جنوب إفريقيا أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية كما أكد المغرب أنه غير معنية بأي ترشيح للانضمام لمجموعة بريكسة حيث سبق لوزيرة الخارجية لجنوب إفريقيا أن أعلنت أن المملكة المغربية ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للمجموعة الاقتصادية التي تضم كل من الصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ووفق مصادر الصحيفة فإن جنوب إفريقيا دعت جبهة البوليساريو ضمن المشاركين في القمة وهو ما اعتبرته الرباط الدعوة منها وبصفتها الشخصية وليس من المجموعة والاتحاد الإفريقيا مشيرة إلى أن جنوب إفريقيا أبدت دائما عدوانيا مطلقة تجاه المملكة المغربية واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية كما أشار إلى أن بريتوريا ضاعفت على الصعيد الداخلية وفي إطار الاتحاد الإفريقيا من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب وهكذا تحرك المغرب لوضح موقفه وموقف شركائه في مجموعة البريكسة من حضور جبهة البوليساريو الانفصالية التي دعتها جنوب إفريقيا وتحاول إقحامها ضمن السياق الاجتماع المقبل على أنها دولة إفريقيا وهو ما تطرق إليه وزير الخارجية المغربية ناصر بريتا مع وزير الخارجية الهندية سوبرامانياما جيشانكارا يوم أمس الأحد ويرتقب أن تأتي اتصالات مماثلة مع وزير الخارجية الصينية والبرازيلية لكبح طموح جنوب إفريقيا في إقحام كيان انفصالية ضمن شركة تعني الدول المعترف بها أمميا نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء